موسيقى 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 أحد الأفلام اللي أنا بعتز فيها وبحث بالفخر أنه أنا قدرت أعمل وأنجز الفيلم اللي هو فيلم قهوة لكل الأمام والفيلم قهوة لكل الأمام نعرض بأكتر من سبعين مهرجان حول العالم الترجم لخمس لغات منها الفرنسية الإيطالية الإنجليزية اليونانية والفرنسية الفيلم لقى استحسان مش بس الجمهور كمان النقاد لأول مرة صراحة بشعر بالفخر أنه فيه هناك توافق وتضوق للفيلم وشعور بالجهد اللي نحط بالفيلم لأن اشتغلت الفيلم خلال سبع سنوات أول عمل اللي اشتغلته أنا كان كمخرجة تنفيذية العمل كان كتير مهم باعتقادي اسمه شهيد تحت السن القانوني اشتغلت البرنامج كان عبارة عن 30 حلقة الإشي التاني اشتغلت عدة كمان أفلام منها الجذور كان لمؤسسة في بيت لحم كان هناك أولاد إبراهيم لمؤسسة ألمانية صورت في ألمانيا لمدة 3 أسابيع ونعرض الفيلم ولقى استحسان كمان فيه كمان هناك فيلم جودة محمد كنت أنا المخرجة عن القسم الفلسطيني للقناة الرابعة لبريطانية وكانت هاي كمان تحول من بحياتي كمخرجة أعربية إلى المستوى العالمي أنا بآمن بالفن وبآمن بالأفلام لهيك بشغل بالأفلام لأنه بعتقد أنه الجمهور الغربي محب للثقافة بغض النظر أنه شو أصل الثقافة هاي وفيه هناك عطش للأفلام الفلسطينية فبشعر أنه من خلال الأفلام والمشاريع اللي إلها علاقة بالثقافة ممكن أنه نحنا نوصل رسالتنا كفلسطينيين بشكل كتير أقوى ما يقعد سياسي يقعد يحكي ثلاث أربعة أيام موسيقى